هذا أكسوجين O2 نسبته في الغلاف الجوي 21% إذا أحضرتم كوب ماء كهذا ووضعتموه على المنضدة في غرفة درجة حرارتها حوالي 25 درجة مئوية إذا أردتم معرفة كمية الأكسوجين الذي يعبر سطح الماء في الكوب ويدخل إلى الماء بمعنى آخر تركيز الأكسوجين في هذه الطبقة السطحية من الماء من أين يأتي الأكسوجين؟ تذكروا أن الكوب محاط بهواء يحتوي على أكسوجين بنسبة 21% لذا هذه بعض جزيئات الأكسوجين هنا وهذه جزيئات الغازات الأخرى مثل النيتروجين وغيره ما يهمكم هنا هو النقاط الزرقاء التي تمثل الأكسوجين بعد مرور بعض الوقت ستجدون أن بعض جزيئات الأكسوجين دخلت عبر الطبقة السطحية إلى الماء لو افترضتم أن التركيز ويرمز له بالحرف C يساوي 0.27 ملي مول لكل لتر ويشار إلى الوحدات بم مول لكل L حسب قانون هنري فإن الضغط الجزئي ويرمز له بالحرف P على التركيز C يساوي ثابت هنري K.H هذا هو قانون هنري إذا كان لديكم في معطيات الضغط والتركيز يمكنكم حساب الثابت دون العودة إلى الجداول المرجعية بقسمة الضغط الجزئي على التركيز ويساوي 769 لتر في ضغط جوي ورمزه ATM لكل مول لو افترضتم أن الكوبة في غرفة فيها نسبة ثاني أكسيد الكربون CO2 هو 21% وهي بالطبع نسبة غير حقيقية فنسبة ثاني أكسيد الكربون أقل من ذلك بكثير هذا كوب الماء نفسه على منضد في غرفة درجة حرارتها 25 درجة مئوية ما مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي يدخل إلى الكوب هذه جزيئات ثاني أكسيد الكربون وبمرور الوقت يزداد عدد الجزيئات التي تستقر هنا ولكن ذلك لن يؤثر على نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء المحيط لأن الغازات كما تعلمون في حركة مستمرة لاحظوا أن عدد الجزيئات التي دخلت أكثر بكثير من عدد جزيئات الأكسوجين في الكوب الأول ولتبدو الظروف متشابهة لا تنسوا النيتروجين والذي يفوق عدده ثاني أكسيد الكربون بكثير فنسبة النيتروجين حوالي 79% بما أن عدد جزيئات ثاني أكسيد الكربون على السطح كبير عند حساب تركيزه في الكوب ستجدون أنه يساوي 7.24 ملي مول لكل لتر لاحظوا أن تركيز ثاني أكسيد الكربون أكبر بكثير من تركيز الأكسوجين لاحظوا أن الغازين في هذه التجربة لهم الضغط الجزئي نفسه ومع ذلك فإن التركيز مختلف تماماً وإذا نظرتم إلى قانون هنري عندما يكون الضغط الجزئي ثابت ولكن التراكيز مختلفة فهذا يعني أن الغازين يختلفان في قيمة الثابت كي أتش للتأكد احسبوا الثابت لثاني أكسيد الكربون بتقسيم الضغط الجزئي على التركيز ستجدون أن كي أتش تساوي 29 لتر في ATM لكل مول لاحظوا أن قيمة كي أتش لثاني أكسيد الكربون أقل بكثير من الأكسوجين حسب قانون هنري فإن الضغط الجزئي للغاز يشير إلى كمية الغاز التي تدخل إلى الماء أما الثابت كي أتش فيشير إلى كمية الغاز التي تخرج من الماء إذا كانت كمية الماء التي تدخل إلى الكوبين متساوية فإن الاختلاف في التركيز يعود إلى اختلاف الكمية التي تخرج من الماء أي أن كمية الأكسوجين التي تخرج من الماء كبيرة لكن في هذا الجانب عدد قليل من جزيئات ثاني أكسيد الكربون تخرج من الماء أي أن غاز ثاني أكسيد الكربون ذائب في الماء ويعبر عن هذا بمعادلة كيميائية هذا ثاني أكسيد الكربون أو ثري سالب وبروتين أتش موجب أي أنه يتفاعل مع الماء ولهذا لا يخرج منه ويعود إلى الهواء لذا لو قارنتم ثابت هنري للغازين بقسمة 769 على 29 تجدون أن النسبة بينهما حوالي 26 أي أن ثاني أكسيد الكربون أكثر ذائبية من الأكسوجين بـ 26 مرة عند 25 درجة مئوية والماء هو المذيب ولكن ماذا لو كانت درجة الحرارة مساوية لدرجة حرارة جسم الإنسان ماذا يحدث في الرئتين حيث درجة الحرارة 37 درجة مئوية والسائل هو الدم الذي ينقل الأكسوجين إلى جميع أنحاء الجسم لأن قيمة ثابت هنري كي أتش تتغير بتغير درجة الحرارة وبتغير المذيب ستجدون أن الثاني أكسيد الكربون أكثر ذائبية من الأكسوجين بـ 22 مرة وفي بعض المراجع ستجدونها 24 مرة إذن كمية الغاز التي تدخل إلى السائل وكمية الغاز التي تخرج منه تحدد تركيز الغاز أو ذائبيته في السائل ترجمة نانسي قنقر